من الضل إلى الرقم الأول ضمنياً في سدة الحكم في المملكة العربية السعودية في بداية ثلاثينيات عمره عينة ولياً للعهد صيف 2017 محمد بن سلمان مثار جدل داخل بلاده وخارجها قرارات وأفكار ورؤى للأمير الشاب جعلت منه حديث العام والخاص التحقيقات التركية حول اختفاء وقتل مفترض للصحفي السعودي جمال خاشقجي القد بعضها بسهام التهام ضد محمد بن سلمان أو مقربين منها وسط نفيه علمه بما حدث مباشرة بعد تعيينه ولياً للعهد وتوليه حقيبة الدفاع شن محمد بن سلمان هجوماً على من يعتقد أنهم معارضون فاعتقل عدداً من الأقارب في ليلة سقوط الأمراء في فندق ريتس كارلتون أو السجن الفاخر وأجبرهم أن يتنازل عن بعض ممتلكاتهم ويغير أفكارهم ومن فكر الساسة إلى فكر العلماء حيث زج ببعض الدعاة في السجن لم يتأخر الرجل كثيراً فدخل أرويقة السياسة مبكراً وعقد صفقات شراء أسلحة وضخ المليارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بن سلمان من خلالها إكمال مهمة الحرب في اليمن وتعزيز قدرات جيشه وحماية ظهر بلاده من إيران ودول أخرى كما يقول مراقبون ومع الجيران قاد محمد بن سلمان الحصار على قطر بمعية بعض دول الجوار لإجبارهم على دخول صف القناعات السعودية أطلق ولي العهد خطته التنموية في ثوب جديد للمملكة عبر رؤية عشرون ثلاثون فسمح في عهده للمرأة بقيادة السيارة ودخول ملاعب الرياضة في خضم كل الأحداث يتساءل كثيرون هل انتهى حكم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قبل أن يبدأ أم أنه رجل المرحلة المقبلة في المملكة التي بسطت يدها إلى العالم مع أمير شاب يطمح أن يخلف والده في الحكم ويتقدم خطوة إلى الأمام من أمير إلى ملك أعتقد أن السيد خاشقجي قد مات لا أعتقد أنه اختطف أو ابتلعه ثقب في الفضاء أعتقد أنه ميت وأن السعوديين قتلوا ومسألة ما إذا كان الملك سلمان أو الأمير محمد علمان أم لا لا قيمة لها فهما يقودان السفينة ماذا علينا أن نفعل حيال ذلك لابد أن ندين السلوك بأقوى العبارات الممكنة على الرئيس والكونغرس فعل ذلك سويا لابد أن نكون صرحاء جدا مع السعوديين هذا النوع من السلوك غير مقبول ويقوض سيادة المملكة العربية السعودية أمام الرأي العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر